شريط الزكريات يا أخوة ربيت تصدقي فعلاً رجعت لطفولتي وبدايتي عايشتيني الرحلة كلها بجد بجد حساس جميل جداً حلمك كان يستاهل كل التعب والله كان يستاهل هو الفن رحلة شقة جداً وما يقدرش عليها إلا فعلاً الإنسان اللي بيحب الفن بيعشقه بجنون لأنها حياة صعبة مش أي حد ممكن يتحملها أبداً بس هو اللي غلبك مش انتي اللي غلبتي الفن اللي بيحبه قوي بيستعبده بيستعبده وبيستنزفه بيحسب دفل آخر بس يا وفاق كل حاجة في الدنيا لها تمن أكيد يعني يعني لو عايزة شهرة ونجاح واستمرارية وحب وجماهير ده كله اللي قلوه تمن ما فيش حاجة زي ما الناس فاهمة إنها بتقوم تبقى نجمة في يوم وليلة إطلاقاً واللي بيطلع بسرعة بينتهي بسرعة لكن التمن كان يستاهل هو يمكن أنا مشواري كان غير كان صعب شوي أكتر من كل النجمات يعني ما اعتقدش إن فيه حد حفر في الصخر زي وكان مشواره صعب زي دي حقيقة خليني أخدت من الأول خديني تعال يا روحي أنا معاك الشخصية القيادية اللي جواكي اتولدت بفاعل الظروف ولا هي بالفترة جت منين بوسي أنا وأنا صغيرة كان بيطلعوا رابور عني وأنا صغيرة كل آخر السنة يحللوا شخصية الطفل فكانت الرابور اللي بيجي لبابا يقول له إيه اجتماعية للغاية وتجيد السيطرة على زملائها الصغار الجبارة الصغيرة قبل ما تكبر وتبقى الجبارة الكبيرة دقت بقى طريقة حياتي إن أنا عيشت مع ثلاث صوبيان كان عندك كم سنة لما مر والدك بأزمته المالية واضطر إن هو ياخدكم من القاهرة الإسكندرية حسيتي بفرق العيشة اتحرمتي من إيه؟ أنا كنت صغيرة جدا يعني ما أقدرش أقدر يعني إيه إن إحنا انتقلنا من حياة لحياة أقل شوية من الحياة اللي كنا فيها دي أنا ما كنتش أقدر أفهمها أنا كنت طفلة يعني ما تحرمتيش من شيء معين لا 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 خالص أنا ما تحرمتش من أي حاجة أنا كنت دلوعة جدا مش دلوعة يعني لا يعني كلمتي هي اللي بتنفذ وليه شخصيتي في البيت وكل طلباتي مستجابة وأنا اللي در في البيت على أخوتي الصبيان حتى الصبيان آه كلمتي لدرجة إن أي حاجة هم عايزينها يوسطوني لبابا أنا اللي أطلبه من أي طلب أنا اللي أطلبه عشان يوفق عليه تقصرتي بإخواتك الصبيان أي في اللبس بقيت بتلبسي زيهم بتلعبي زيهم أيها حركاتك زيهم شخصيتك شخصية صبيان ما تقصرتيش بإخواتك البنات رغم إن كان معاكي سعاد وفوزية في البيت أنا كنت عايشة مع أخوتي الصبيان وأركب بقى عجل زيهم أجري في الشارع زيهم كده يعني فبقت حياتي مفيش بنت معايا في البيت يعني فهماني؟ ملحقتش تتأثري بهم كانوا أكبر منك بكتير كانوا أكبر منك بكتير إيه اللي خدك للإكستريم بزيادة يعني من ولد بيلبس لبس ولاد بيركب عجل زي الولاد لنادية الجندي للأنثة إلا قلبك القلبة دي ما أنا بقولك شخصية فيها متناقضات كتير يعني ده جوايا كان جوايا الفن كنت غاوية فن غاوية أرقص غاوية أمثل غاوية أعمل استعراضات غاوية أخدش أفلام فده بتبقى مهوبة من الطفولة يعني غزبا عني كانت كتكت جوايا يعني أقولي لي إخواتك البنات أكبر منك وأحمد كمان بطبيعة الحل من أمك أكبر منك بكتير بس فكراهم لما كنتوا صغيرين في البيت لما أنت كنت صغيرة في البيت فكراهم كانوا بينادوا أبوكي يا عم ولا يا بابا؟ لا كانوا بيقولولو يا عمي بس هو كان أكتر من الأب والله فرق بينكم وبينهم؟ أبدا أبدا إطلاقا والله بابا ده كان راجل كان راجل كان متدين جدا وكان راجل نجح في حياته قوي العملية وفي حياته الأسرية وكان عارفهم كان فيه أخلاقيات الزمن الجميل وأنا فضلت طول عمري مش عايزة أتجوز إلا واحد في سن بابا ولما جوزت عمات حمدي شفت فيه صورة بابا يعني أنا جوزته أكبر مني بكتير جدا 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 كان فرق رهيب والصحافة أيامية كتبت دي علاقتك بوالدك أحكيلي عن علاقتك بماما شخصيتها كانت شبه شخصيتك لا ماما ست بيت كانت وست عايشة لولدها ما كانش بتشتغل ومن ستات البيوت بتوع زمان الطيبين اللي زازل عارفة ستات دول ستة قوية كانت؟ آه كانت قوية بس مش قوية يعني متسلطة لا قوية يعني في تربيتها مع أولادها في أسلوب حياتها في إدارتها للبيت والحقيقة وقفت جنبي ماما كان لها الفضل الله يرحمها أنها وقفت جنبي ماما كانت قوية مش متسلطة نادية جندي قوية ولا متسلطة؟ لا قوية مش متسلطة أبدا وقوية قوية في الحق يعني مش قوية لمجرد القوة يعني الشراسة يعني الشر لا ما القوة دي تحتمل كذا معنا لا قوية إن أنا أعرف أخذ حقيه أعرف أدافع عن ظلم معين وقع علي أقدر أحمي اسمي وفني وتاريخي دي القوة بالنسبالي كنت صحاب أنتي وماما ولا بتخافي منها؟ كنت صحاب قوي كنت بحبها قوي قوي الله يرحمها الله يرحمها وهي ستة عارفة كانت شجعتني وكان بدو تقف جنبي وهي اللي علمتني الرياضة وهي اللي شجعتني عن الرياضة وهي اللي اللي وقفت معي في بدايتي كانت تيجي معي التصوير كنتش عروح للستوديو من غيرها لأن كنت صغيرة جدا زبيدة صاروات كانت معك في المدرسة كنت بتغيري منها لا الفنان نيح يا شهين فجأة لقيت مرة داخل علينا للمدرسة وقالوا إن هو داخل يختار بنت من البنات عشان هتمثل في الفيلم الجديد اللي هو حينتجه وخورتي تلفتي نظره؟ لا أنا هو كان داخل داخل اللي زبيدة صارت بالذات مش عارفة ليه لأنه هو كان عايز مواصفات معينة بنت صغيرة قوي وانت عارفة زبيدة كانت إلا كده وصيارة فكان عاوز مواصفات معينة فاخترز بيدة صاروة فأنا طبعاً اتضيقت مش اتضيقت لأنه مختارنيش لا اتضيقت لأن تمها بنت عائلة وبقى بابها قبطان في البحرية ووافق إنها تمثل يعني التمثيل مش عيب يعني يعني ليه بنات العائلات ما تمثلش كان في حساسية إن التمثيل أياميها عيب وبنات العائلات ما تدخلش التمثيل للمجال ده وكده وبعدين رحت لبابا ولتوله يا بابا يعني أدي بنت عائلة هي وباباها وافق فأنت ليه ما نعني إنها مثل فقال لي لأ ما كل واحد حر أنا أنت متفاوقة في دراستك والتمثيل حيمنعك إنك مش هتكملي وحتهميلي الدراسة قلتوا طبعا أنا موافقة يعني أو وعدك إن أنا لو دخلت التمثيل حكمل وحبقى متفاوقة زي منا والتمثيل مش هيخدني من الدراسة ولا أي حاجة قال لي أوكي حوافق بالشرط ده والشرط التاني مامتك لازم تبقى معاكي طول مدة التصوير لأن أنت صغيرة وما تقدريش تدخلي وسط زيدي على الوحدة كنت صغيرة جدا يعني فوافقت طبعا على كل الشروط دي كان سهل عليك تخسي 13 كيلو؟ كان صعب قوي لأن بس أنا كان عندي الإرادة كنت عايزة مسل فكنت عايزة لو قال لي خسي 30 كيلو كنت حخسي 30 كيلو المهمة مسل بس ماما شجعتني كانت أخذني كل يوم وتجريني كل يوم أربعة كيلو خمسة كيلو وأنا بقى عجي الإرادة عايزة أخس عايزة أمثل صاحبتي نجو إبراهيم ما صاحبتيش زيبيدة صار وات ليه؟ نجو إبراهيم كانت بردو كانت غاوية فاني كانت تطلع في وقت الفسحة تطلع فوق فوقت الموسيقى تضرب بيانو وأنا أرقص ونختلس كده عشان ما حدش نشوفنا طول الوقت هي تضرب موسيقى وأنا أرقص طبعا دي كانت كنت بحبها عشان حاسة أنها غاوية فاني زي رشحيلي ثلاث أسماء واحدة تعمل نادي الجندي في مراقتها واحدة تعمل نادي الجندي في شبابها واحدة تعمل نادي الجندي في مرحلة النضج مين من الموجودين حاليا؟ مين من الموجودين حاليا؟ لا دا سؤال صعب أنا عارفة أجابته الى هو ايه؟ مفيش أنا عارفة أجابت أنا بس أله وأنا عارفة ليجي فيش حده صعب صعب توفيق الحكيم بيقول القوة هي حسن استخدام الوسائل للغايات أنت قوية قدرتي تطوعي كل شيء حواليكي عشان تحققي اللي أنت عايزاه آه يعني لو أقولك مثلا أنا قدرت مثلا ألعب رياضة عشان يبقى عندي للاقة بدنية أقدر أعمل أدوار صعبة أقدر أعمل أدوار فيها أكشن ده نوع من التطوع وبطوع إمكانياتي خدمة فني واللي حواليك اللي حواليك لا ما أعتقدش يعني أنا اعتمدت على فني فقط اعتمدت على فني على موهبتي على مجهودي الشخصي بالبونة العريض لو حتعتزري لولدك وولدتك عن شيء حيكون إيه؟ ما أعتقدش أن أنا عملت حاجة صعبة في حياتي أعتزل لهم عنها ما أزلتهمش في يوم الآن ما دايتهمش بالعكس أنا كنت بحبهم جدا إن كانوا بيحبوني جدا أثرت يمكن في حقهم غصبة عنك بوقت كان لازم تقديم عهم أكتر والله يا وفاق يعني أنا الآخر لحظة ما كنتش ما سبتش بابا ولا ماما أبدا حتى لما ماما تهبت في المستشفى كنت دايما معاها وكنت بعمل كنت بصور مرأة هزة عرش مصر وكانت هي مريضة في اسكندرية في مستشفى وكنت بروح كل يوم اسكندرية أشوفها واتطمن عليها وارجع أرجع أخش على التصوير دا كان مرخ جدا بالنسبة لي كل يوم تطلع اسكندرية وتنزلي تصوري ولكن أنا مسبتهاش ولا لحظة فالله يرحمها فماعتقدش إن أنا يعني أنا كنت كنت ابنة بارة بارة جدا الحمد لله الحمد لله وده يعني يمكن أعيد لي غاد دلوقتي في حياتي حبهم لي ودعاهم لي هو اللي أعيد لي غاد دلوقتي حقيق يعني رب أنا يديك الصحة يا رب وتلطلع عمر الله يرحمه الله يرحمه إحنا كل ما بنخرج فاصل ونرجع بتكونك تقري قرآن أنت قلق أنا مني ولا حاجة؟ أنا أقلق منك إطلاقاً بس دي حاجة جميلة أنا يعني دي حاجة حلوة أكيد بتقري كتير قرآن ليه؟ متعودة كترة ما دخل أي مشهد أي تصوير أي حاجة لازم على طول ربنا يفتح عليك وعليك آمين أنا بالروية وما حدش يقدر علي جملة قلتيها في فيلم من أفلامك بتلخص علاقة نادية الجندي بالراجل؟ نادية الجندي مهرة عصية عن الترويض؟ أنا إنسانة رومانسية جداً وعاطفية جداً ولما بحب ببقى فعلاً فعلاً حاجة تانية خالص ظهر شخصيتي في الأفلام مين الراجل اللي روادك وأسأس ضوافرك؟ ما قدرتيش تخاربي شيء؟ لا ما فيش حاجة كده يعني عارفة يعني أنا عارفة ما بقولك كده يعني لما بحب ببقى شخصية تانية خالص لكن في نفس الوقت ما فيش راجل يقدر يقص أصلي ضوافري إطلاقاً يعني لما يبقى فيه غلط حتبقى فيه خرباشة طبعاً دي شخصية برج الحمل تناقضات كده فيها يعني رومانسي قوي بس في نفس الوقت المراهقة اللي عندها 15-16 سنة شافت إيه في الراجل الستيني عشان تتجوز؟ شفت فيه صورة بابا بابا كان مسهلي الأعلى فأنا شفت في أميات حمدي ده صورة بابايا بس الكلام ده تقوليه لو أنت كنت محرومة من بابا لو بابا بعد الشر كان مش موجود في حياتك مدوافتي لا 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 بعيدة عنك محرومة من عاطفته أنا من كتر ما كنت بحب بابا وشايف شخصيته قدي إيه إديا المثالية جداً فكنت عايزة واحد في شخصية بابا كده ولا شفت فيه إن هو اختصار لمراحل تعب وانت نفسك في الشهرة والنجومية إن عمري في حياتي إطلاقاً مبسيط لعمات حمدي إن هو حيبقى سبب في وصولي للفن بس حقك تبصي كده حقولك ليه بصي يا وفاة حقك حقولك ليه لإن ما حتش يقدر يلومك كنت عيالة لا، والله أبداً والله أبداً لأن أنا كان عندي ثقة بنفسي وبموهبتي جداً إن أنا حوصل حوصل أمري ما خدت عمات حمدي سبب بالعكس أنا ما عملتش أدواري اللي خلتني نادية جيندي اللي هو بامبا كشر إلا بعد ما فترقت عمات حمدي عارفة يعني طول فترة الجواز الجوزتي تسع سنين ولا تنشر سنة ليه عشر سنين تقليب عشر سنين بصي الفترة دي وليلي أنا عملت فيها أدوار إيه مهمة ما عملت ديش ما عملتش حاجة كلها أدوار صغيرة أدوار ما توصلش لأي حاجة علشان قلتي كان بيغير عليكي فكان حبسك في علبة بالزبط أنا عمات حمدي كان الله يرحمه يعني بصي طبعا فرق السن كان بيخليه كان طبعا في غيرة قوية جدا كان فيه نوع من حب التملك قالك لما هتظهر وتنجح هتسيبني آه فطبعا دي كتعمل عقدة بيني وبينه فكان هو متخيل كده إن أنا لما هاوصل هسيبه بس لما ظهرتي ونجحتي سيبتي لا إطلاقا فيه حصل لبس في الموضوع إحنا العلاقة بعد كده كان فيه مشاكل كتير بسبب إيه؟ بسبب الغيرة وبسبب إن أنا حرمني من فني عايز أمثل عايز أشتغل يجي له السيناريو فيه أدوار كتير قوي لبنات أقول له طيب رشحني في دور من دولي يقول لي لأ أنا ما فردش مراتي ما قلش المخرج خد مراتي إطلاقا طيب ما أنت مراتك دي ما أنت أخدني فنانة وأنا فنانة فيعني مش خدتيني وبعدين حتفردني كفنانة يعني أصلا أنت أخدني أنا فنانة وبمثل كنت متفقى معاه على إيه قبل الجواز؟ ولا حال يعني يعني على إنك حتمثي لي؟ آه طبعا فهو كان ده كان ساعات لما يطلبوني المنتجين يقولهم نادية مش موجودة مسافرة مش موجودة دلوقتي بتاع وأكتشف بعد كده يكلموني يقولولي طلبناك كان فيه دور كويس قوي ليك وأعماد قال إن كنت مسافرة يعني شوف وصلت لإيه كان بيمنع مني الأطوار فأنا طبعا دي عملت حساسية بيني وبينه لأن وقف في طريق فني وأنا أنت عارفة بقولك فني ده كان هو كل حياتي بتقولي إنك دفعتي تمن عقدة عمد حمدي مع شادية صنعها فتمردت عليه وبقت العقدة اللي ملازمة وبعد كده ازدادت العقدة دي حدة مع تقدمه في العمر فأتوهم إنك انتي ممكن برضو تنجحي فاتسبيه ده صح وأنا قلتلك نجحتي وسبتيه بعد ما نجحتي ببامبا كشر مش تم الانفصال بينك وبينه لا الحقيقة بقى اللي الناس ما تعرفهاش إن إحنا في بامبا كشر كنا منفصلين منفصلين مطلقين يعني؟ أيوة طلاق أيوة بس ما كانش معلن طلاقكم ما كانش معلن يعني كنت قدام الناس زوجين كنت لسا عايشين ما أعلناش خالص طلقنا أعلننا بعد الفيلم ليه؟ خوفنا إن ده يشوشر على نجاح العمل بس ما هي ممكن تبقى دعاية للعمل ما تطلقينه وبتشتغلوا مع بعض لا لا ما أنا ومحمد مختار طلقنا وعملنا ثلاث أفلام مع بعض كتب كتير برضو وتقال إن الراحل عمد حمدي الدايق لأن كان ليكي مشهد ببدلة رأس حمرة في فيلم بامبا كشر هو كان بيغير عليكي جداً وشيء معروف عنه ده فكان طلب منك إنك أنت تغيريها أو تلغي المشهد تماماً وانت رفضته كل ده كلام صحافة ولا أساس له من الصحة ولا بدلة رأس حمرة ولا خاضرة كان فيه بدلة رأس حمرة تجنن طبعا مرسمش أيها سبب الطلاق أبدا بقولك إحنا كنا منفصلين قبل لما الفيلم بقى تعرض بقى خدي بقى قصص بقى أصل السبب بدلة الحمرة أصل السبب كل ده كلام ملوش أي أساس من الصحة خالص وبعدين أنا في فضلة صدقتي بعمة حمدي لغاية آخر يوم في عمره الله يرحمه اشتغل معي في فيلم من إنتاجي اسمه شوق ده كان إنتاجي بقى أنا بعد ما بكشر بقى أنتاجي تشوق وأنتاجي تلايل ياسمين أفلام نادية جندي عملت بعد كده البطنية وشتغل معي في البطنية مظبوط مين طلب فيكم الانفصل؟ مين اللي ابتدى وقال أنا خلاص مش عايزة كامل تفرق في إيه معنى تفرق في إيه يعني مين اللي قال التاني تفرق في إيه ما خلاص العلاقة بقت مفيش اتفاق يعني بقى في مشاكل وبقى في حد واقف في طريق فني في طريق مستقبلي اللي هو حياتي تفرق إيه بقى مين قال لي مين خلاص يبقى إيه بقى أنت اللي حبتي تمشي برطو تفرق في إيه لأن الفنان عمت حمدي في مذكراته اللي كتبها الراحة القريص ناصر برطو تقولي مذكراته والنبي أنت عندك يعني أنت متأكدا دي مذكراته ده اللي موجود في أرشيف الأهرام لا ما فيش أرشيف ولا بتاعه ولا في حاجة مندي وكل ده كلام وكل ده ولا تصدقي حاجة مندي خالص قال وعاد وعمل أنا ليا الوقائع الوقائع بتقول إيه؟ بتقول أن العلاقة بينه كانت زي الفل كنا في قمة التفاهم مع بعض وما سبناهوش لحظة لنا ولا محمد مختار في آخر أيامه إطلاقا ده ده الوقائع إنما أصل آل وأصل الصحافة كل ده كلام أنا ليا الوقائع الوقائع بيقول إيه بس ما سبتهوش أنت ومحمد مختار في أواخر أيامه كنتوا بتزروه آه كان قدري عدي مرحلة حبه ليكي كان خلاص تأقله بوسي أمات حمدي عايش مرحلة لما أخوه توقم مات تعب ده كان روحه كان توقم روحه كانوا ما بيفترقوش لحظة أول ما يتأخوه أمات حمدي نفسيته تعبت جدا وده سبب مرضه وده معروف ومتسجل في التاريخ موسيقى موسيقى فيها جرأة غير عادية جرأة معنى إيه يعني؟ المشاهد السخنة لا أنا عمري ما عملت مشاهد سخنة ما كانش بغير عليكي كان بغير عليكي اتجوزتي في السر موسيقى موسيقى تعتبري نفسك أنت اللي قدمت يا أحمد زاكي؟ طبعاً اخترتي بعقلك مش قلبك اخترته بعقلي قلقوا بقلبي بصراحة حسيت أنه هو بني آدم يعني لو يرجع الزمن ممكن تحب تخلي في تالي لو رجع الزمن أحب بقنات جاكينجي برضو موسيقى